هي رائدة ابنة الفدائي الشهيد علي طاها خاطف طائرة السابينة رحلة 571 عام 1972 وفي مسرحية ألاء زي كفاني علي ليلين أبيض ستروي قصتها قصة لا تخلو من المقاومة والصمود والنضال لكن من نوع آخر فرائدة ستغوص في الذكريات زوجتي وابنتي وأختي علي طاها بدلا من الحديث عن الفدائي والشهيد والمناضل شو بيصير بعائلة الشهيد من بعد ما يظهروا الصحفيين والأحزاب ورؤسة الأحزاب والتليفزيونات وكل الحديث نكون بعاد عن الحديث المأولب شو بيصير بعدين يعني لما بيتسكر الباب شو بيصير بالبيت شو بيصير بالأم كيف بيتفاعلوا البنات لما فجأة بيكتشفوا أن الشهيد ما بيرجع ألاء زي كفاني علي جمعت قصصا اكتشفتها لينا أبيض وأحبتها فأرادت من رائدة أن تقدمها على المسرح وكأنها ترويها لصديقتها هيا لأنه بحبهن كتير هالقصص وبذلك الوقت صعب لأنه كتير بيأثروا وكنا عم نجرب نلاقي طريقة هيك سلسة نمر من أشياء بتضحك لأشياء كتير آسية من أشياء كتير سودوية لأشياء كتير مبهرة ولزيزة ومغضومة قوات النص والأداء وضبط الإخراج مميزات ثلاث منحت العمل المسرحي الوثائقي قوة ستلمس روحة مشاهدي العرض من دون الحاجة للابتذال والتكلف كلنا كبني أدمين عنا خوف من الموت عنا شوء للأهل عنا يعني كل هالمشاعر كتير شخصية وبذلك الوقت كلنا عنا إياها بقى طول الوقت كنا حريصين على قصة أنه هذه قصة أنا وكلما كانت القصة دقيقة وشخصية كلما كل الناس قدروا تفاعلوا معها مسرحية إنسانية بحميميتها وصدقها ووجاعها هي عن عائلة فقدت أبا وظلت تغني له ألا إزيك فاني علي